ايه بس سلام عليكم. يا تفضلك العافية شيخنا. اهلا حبيبي حياة. والله بس حبيت اسأل شنو سؤال للحلقة بس. انت سنو الاشياء. شيعي سابقا. ما شاء الله مهتدي. نعم من زمان وعلى فكرة انا اهتديت. بدون ما اه يعني اروح عند شيخ معين بالمنطق والاقل. فقط. وانا يا حبيبي في واحد اتصل عليه امس وسألني الموضوع دو. شاب من البحر المهتدي بيقول لي هو انا لازم اروح لشيخ انطق على يد الشهادة. لا يا حبيبي. الله سبحانه وتعالى اصلا لا يحتاج وسيد بينك وبين. الشيخ ممكن يبين لك. لكن انت ممكن تهتدي مع نفسك. انت انسان عاقل بما انك وصلت لهذه المرحلة. لا يحتاج انك تذهب لشيخ. ممكن تهتدي مع نفسك. نعم. اتفضل يا حبيبنا دون ان نسأل ان ان نتكلم حول موضوع الحلقة. تكلم ان تذكر لنا قصة هدايتك. والله بحثت في البداية في امور غير منطقية ما تدخل العقل. فبحثت عنها في البداية منها قصص مثلا ظلع الزهراء وقصص الامامية الاثنى عشرية وقصة المهدي. وقصص الاذان ان اذان سنة غير والشيعة غير. وبحثت وبحثت مع الوقت لقيت ان في اخطاء كثيرة قصة التطبير واللطم وال يعني التوسل الحسين وذهاب المقابر. والله اذا ذهبت انت زيارة حسين تعد عن مئة مليون حجة وعمرة. فكلام هذا كلها فارغ. بعد ما بحثت واطلعت وفهمت يعني وقارنت بين على سبيل المثال بين اللون الابيض والاسود فعرفت ان هذا الصح وهذا الغلط يعني بدون ما ابحث عفوا بدون ما اروح عند شيخ متدين ويشرح لي واقنع ويقنعني ولا شيء. المنطقة بسيط وكل شيء في العقل يعني لو كل واحد يبحث في المنطق والعقل ويقارن وهيعرف في الطيج الصح وين يعني. ما شاء الله اهتديت وحدك ولا احد من العائلة اهتدى معك. ده من نفسي والله من نفسي. لا العائلة هل فيهم احد مهتدي? ده للأسف العائلة لا. طبعا لا. اشتغل عليهم يا حبيبي. والله اشتغلت ولكن انت تدري فيه شريحتين من اخواننا للأسف يعني الشريحة الاولى المغسولة الدماغ. هذا انسى يعني لو اقعدوا يا امية سنة ما ما خلاص يعني هو تربع على هذا الشيء. متعبين. ان الاخرى ايه الشريحة الثانية لا. العاقلة اللي تقدر تتحاور معها. فللأسف هناك فئة طاغية انه مش ريحة الاولى ما تقدر تناقش وياه والله لو تيب له الشمس بيده والقمر بيده يقولك لا. هو هو. مش هيغير كلامه يعني. ايو الله يا حبيبي. طيب اه. انا بس اطالبكم اه كمحاولين. طلب بسيط يعني. اه. حال. حان الوقت المراجع تطلع من الجحور اللي عايشتها صراحة. حان الوقت ان المرجع يطلع ويحاور ويدافع عن المذهب اللي هو يدعي انه مذهب صحيح. اما مرجع قاعد لي بس حاط لي ويبسايت وحط لي الفتاوي هذي. انا ما سيفيد منها هذي. حان الوقت ان هذول انتو تحاورون المراجع يعني احنا ما نبي اشخاص عادية. حبيبي. انا بي مراجع نفسها الكبار. انا شفت صورة لصادق الشرازي. اللي هو رأس الشعائر المجوسية اللي بتتعمل في العراق. شفت صورة لصادق الشرازي خارج. وهؤلاء يلبسون البياض وقاعدين يتبرهم ولبسين القماش البيضاء دي. واقسمهم مليئة بالدماء. ورقصهم مليئة بالدماء. وصادق الشرازي. لابس الثياب النظيفة. اه التي اتت من المخسلة مكوية جميلة. ولابس نظيف. والعمامة بيضاء نظيف. هو ما يتبر اصلا. اه. ليس عليه نقطة الدم. مش انت المرجع القدوة. ليه ما يكتدوش بك وينظفوا انفسهم. او انت تكون معهم في التطيني وما يفعلونهم. صحيح. انا اعطيك مثال بسيط. في شيخ عندنا بالكويت كاسمه الوائلي. محروف هذا الشيخ والنسان يعني مؤتدل. وطلع في يعني في لقاء وتكلم. وقال احنا ضد سب ام المؤمنين وسب الصحابة. وقال هذه ام المؤمنين عائشة شرف النبي. ولا يجوز التعدي على النبي. تخيل زين انت الحين عندك اغلب الشيعة يعني السستاني ماذا يقول لك ان لا يجوز سب الصحابة ولا يجوز سب النبي. زوجة النبي عفو عائشة رضي الله عنه. زين انت شنو حكمك للناس اللي يسبوا. احسن. يعني للناس تشتم. يعني ليش ما طلعت فتوى عليهم يا اخي. ولا مخليها شي معلقة على الهوى. الله. ففوضة يا اخي. والله هذه نقطة جميلة جدا. نقطة جميلة جدا جدا. اول مرة نتبه لها فعلا. احنا نلزم هؤلاء اللي يأتي. يقول لك ايه استستاني اه افتى بعدم اه سب زوجات النبي حرمت سب زوجات النبي والصحابة. طيب خلي يفتن فتوى حكم من سب اه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هل خطوا ايه عندهم؟ لا سبحان الله يعني هو افتى فتوى دخول السوري بالكلمة يعني الامريكان على العراجة اوكي ما عدا مشكلة. بس فتوى نفس هذه في تفرق المسلمين وتسوي مشاكل ما افتى فيها يا اخي سكت يا وكنها خلاها معلجة في الهواء يعني مو حاب يقول. وهو يا حبيبي. السستاني بيلعب على الونجين زي ما احنا بقول بالبلد بالمصر يعني بمعنى ايه? السستاني اصلا لم يفتي بحرمة التطبير. وايضا لم يفتي بحلية التطبير. وعايز يكسب كل الاطراف. علشان الخمس يروح لهو. ايه اكيد. يرضي الاطراف. مو يكسب. يرضيهم. صحيح. يرضي الاطراف. يرضي الاطراف المراجع. انا رأي الشخصي باختصار الشيخنا عشان ما اطول عليك. المراجع هذه متضاربة في بعضها. يعني سستاني غير. شرازي غير. وبقية المراجع كل واحد. حتى كمال حيدري طلع لهم تضارب مع كلامهم. فهي معركة حوزوية داخلية بيناتهم. وللأسف يعني المتضرر الانسان اللي عايش في المناطق هذه اللي فيها المراجع. نشر بينهم الجهل. ونشر بينهم الفساد والبدع والكلام الفارغ. يعني حطوا. اذكر اخي مرة في محرم. حطوا خدمة اتصال على العباس. ترفع التليفون تتصل على العباس. وتطلب منه ان يشفيك. وهذا مكالمة. تدفع مثلا اه مثلا دينار او دينار ايه او ثلاثة اشخاص اتكلم مع عباس. شوف مستوى الجهل للوصلة اولا يعني. فانا يعني حتى لو لقيت شخص مسيحي ابي ادخل المذهب الشيحي. والله راح يقولي تكرع الله ما تكلمنيش تاني يعني. صحيح والله. يتستح انك تكلمه. ايه فالمذهب للأسف اه مفكك. مذهب اه كتب ضعيفة. روايات ضعيفة. اسناد ضعيف. ما في شي صح يعني انا ابي حتى في صلاة الجمعة. انا راح اصدت اخوان اه سنة. دائما في صلاة الجمعة اشوفهم يطلعون ياخدون اولادهم يروحون في المسجد وهذا. احنا الشيعة ما في موضوع صلاة الجماعة والجمعة هذه يعني قوية وفيها يعني الناس تطلع وتوع. لا. انا عادي صليت الجمعة في المسجد عادي ما صليتها عادي يعني. وبعضهم يحرم الجمعة اصلا يعني بعضهم يقول لا يجوز صلاة الجمعة في غيبة الامام. في بعضهم. هذا كلام فارغ. كلام فارغ. حتى انا ناقشت واحد قلت لي ابن الحلال. اه. الصلاة الشهادة اشهد ان لا الى الله. واشهد ان محمدا رسول الله. هذه الشهادة اللي ننطقها في الصلاة. الاخ لما اضافه شيعة موضوع الوشهد انه عليه ولي الله. فسألت سؤال بسيط جدا. قلت لها الصحابي بالالحاب الشيء اول شخص نطق الشهادة في الصلاة. الاذان اذان. في الصلاة. لما النبي امر. حلو? صحيح. فلان النبي امر انه ينطق الاذان. ما قال واشهد انه عليا ولي الله. قلت لها النبي يعرف الغيب والله ينزل للوحي عن طريق جبرايل. يعني سؤال لو هو فعلا ان الشهادة هذه موجودة في الصلاة انه نقول اشهد وانه عليها. الله كان قال لها النبي من اول ما اذن بالالحاب الشيء. فقلت لها شلون اطلعت اشهد انه عليه ولي الله. في اي زمن واي تاريخ. وشلون دي اشهد في الصلاة. الله اعلم. يعني قصص كثيرة هذه القصة من قصص يعني الحاجة يعني. حتى مواضيع كثيرة انا يعني هذا على طول مدار السنين اخوي بحثت وبحثت وبحثت يعني يعني لا يقل عن سنين. لا يثبتك والله هنيئن لك. هنيئن لك والله يعني احنا استفدنا من هذه المدخلة ونتمنى حبيبنا انك يعني تكسر من مدخلتك معنا. اوبشرك ايضا. انا اتمنى والله اشارك معاكم بس للأسف اللي جيت صعوبة في التواصل هذا رقم واحد. من امس انا حاولت ادخل عليك بس للأسف يعني. والله اتصالات يعني كثيرة. وتمنى منكم. انا ان شاء الله او ارسل لك رقمي الخاص. ان شاء الله عندي اتصالات كثيرة جدا يعني انت تتصل الانوى بتليفون اتصالات كثيرة يعني ممكن حولي خمسمائة اتصال ولا حاجة كده. انا اتمنى منكم بس اه عشان اختم ما اطول عليك. يعني ارسل لي بالخاص وانا حاضر بس اتمنى من محاوريكم من شاب اللي انا اتابعهم اه اتمنى ان يحاوروا الناس المراجع هذي ابيها تطلع من الجحر اللي جاعد فيه. رفضين والله. يطلع يواجه. رفضين. رفضين حتى ده المعممين. انت شفت النهاردة انا عملت اتصال بمعمم واحد فقط. انا اللي كان البث بتاعي ممكن من خمستاشر وعشرين معمم في البث. الى الان معمم واحد فقط. ورفضوا يردهم. يعني احنا وصلنا في الاتصالات اكثر من خمس تلاف ومتين اتصال. خلاص المعممين كشفوا ما بقولش عايزين يردوا على الارقام خالص. يا اه حضرة اه شيخ انا بقولك بالنسبة الاثنين. اثنين هذول المشكلة خطر على الاسلام. وهما ياسر حبيب وقرشي. هذول اثنين مزورين محرفين في الدين. بس والله. لما يطلع واحد نفس القرشي هذا ويقول انا والله الكورونا طلعت اه الفايروس كورونا طلع من ظهر اه عائشة وعمر جهل والناس تصدق للأسف فيه شريحة غبية ساذجة تصدق الكلامين. انا شون اصدق واحد متخلص. هما الاغبياء دول اليوم يعني هما اغبياء وعلى شرك اللي هم النار. يعني النار تقول يوم القيامة هل من مزيد. فامثال هؤلاء اللي بيصدقوا يتبعون كل ناعت هم يصحقوا ذلك. لكن انا ابشرك ان كثير من الشيعة ولا حتى المتصل للشيعة اللي قبلك. قال لك قال لك الخنزير على زندك حمير المشارشر هذه. قال لك على الخنزير. فكثير من الشيعة لا يقبله. لكن انا اللي انا ابشرك به ان بفضل الله بيتواصل مع كمية من الشيعة المهتدين في الكويت. انا والله كنت جالس من اقل قرابة اسبوع تقريبا مع شيعي من الكويت من القريبين جدا ليسر الخصيص. ولكن اهتدى بفضل الله ويكتم هذا. والله جالس انا وهو في سيارته. فمشاء الله الشيعي شرازي. ويقول لي كلام. اصلا يثبته يا رب. فمقصدي الان ان كثير من الشيعة في الكويت الكثير الصراحة بفضل لا بيتواصل معي من المهتدين. في يعني حملة ما شاء الله حملة هدايات كثيرة. انا اصلا يهدي الجميع. انا 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 اقول لك السبب ليش. انا ما احترامي للشعوب الجيرانة يعني. السبب الاول ان اغلب الكويتين يعني مثقفين دارسين متعلمين يبحث على المعلومة. الجيرانة للأسف في بعضهم انولد على جهل. وسمع وحفظ على جهل. وقاعد مع سيد جاهل او شيخ جاهل. فخلاص صار غسيل مخ. يعني في ناس انا امس قاعد يشوفهم انت قا تحاورهم. يعني انت تقول لها يا بيض يسود هو مش عارف يقاوب لده ولده ويلف في دور ويلف في دور يعني. لا الله الجهل للأسف العلماء الشيعة استخدموا للغسيل المخ للشعوب هذه للأسف الشديد يعني. للأسف. لو كان الانسان متثقف ومتعلم والله العظيم لا يحتاج لا شيخ يهدي ولا شيء. يبحث بالحق. بالفطرة يبحث فيها ويعرف انه هذا الصح وهذا الغلط. شفت المهتدي اخر مهتدي قبلك. المهتدي اللي اعلن هدايته. اللي اتصل قبلك بثلاثة صلاة. اسمه علي عراقي. في كلية الطب بيدرس في الاردن. ما شاء الله يعني بيقول لنا فكرت وهو دلوقتي في صيدلة اظن. يعني ما شاء الله شخصي. فهو من المثقفين من الشيعة فعلا صراحة بيهتدوا. المثقف واللي بيفكر العاقل بيهتدوا. يا رجل يعني يا شيخنا في شيء منطقي وبسيط. قلت له انا ابسط سؤال اقوله بحق الناس. انتو تكرهون الصحابة. ابو بكر الصدير او عمر ابن الخطاب او عثمان ابن عفاف رضي الله عنهم. قلت له زين لو هذول الصحابة نفترض انهم سيئين. يعني هذول ناس يعني سيئين. كيف رضى رب العالمين ان النبي عليه الصلاة والسلام انه يصاحبهم اصلا. لو كانوا سيئين النبي يوحي له الله وينزل له الوحي. فكيف اصلا هذول يظلوا مع الصحابة اذا انتو تدعون هذول في النار وفي جهنم وما ادري شين وكلام الله سبحانه وتعالى قال الله امر النبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغضات والعشاء. يعني اصبر نفسك مع الصالحين. وامروا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يعني امروا بالصبر مع الصالحين وجلوس مع الصالحين. وان يجاهد المنافقين وياغلظ عليهم. وانا را يتزوج بنت ابو بكر وبنت عمر ويقربهم من. اديهم صاهرين بعض ومسمين اسامي بعض. يعني وكل ما اقولهم يقولون لا والله عشان سفك دماء المسلمين سموا اسامي بعض. ايش دخل هذا بعض. انا عدوي الحين يذبح زوجتي ويكسر ضلها. اروح ابايعه. اروح والله. اه مو منطق. يعني انا دلوقتي عدو الاسلام نتانياهو القذر. اصلا ان ينتقم منه يا رب. هل انا علشان احقن دماء اخواني في غزة اسمي ابن نتانياهو مثلا. ايه با ايه كلام فاضي. انا انا ناقشتم بعد في موضوع الخلفاء. يعني قالوا الخليفة الاول اخذ ارض فدك من سيدة فاطمة الزرا. قلت له على عيني وراسي. اللي بعده? قال عمر ابن الخطاب كسر ضل على فاطمة الزرا. قلت له يا ماشيا ماشيا معك. اللي بعده شنو مشكلتكم مع صاحبي عثمان بن عفان? صدق انا اغلب الشي على مسألهم ما يعرفون. اه ما يعرفوش. يقولون ها? ما يعرفوش مشكلة. قلت لهم انتو تدرون انه يوم اه يعني الناس اللي حاولوا يقتله حاصروا البيت. كان داخل البيت. البيت يعني. وكان يصلي وامر الخليفة علي ان امر حسن الحسين انه يحرسونه. ان امرهم انه يدافعون عنه. فقلت لهم شنو مشكلتكم مع الخليفة عثمان ما حدي جاوب. واحد فقد الجاوب قال اه لانه هو ولا بني اميه بعض المحافظات نفس الكوفة والبصرة والشام. فاما على الاساس كرهوا ابا بني اميه كرهوا الخليفة. قلت يا اخي هذا رجل مرة يصيب ومرة يخطأ اشتهد. وثانيا هل انا لما شخص يدير دولة لما يخطأ اكفرة? هذا انسان مو معصوم يعني. طيب وحتى قبل ما يصبح خليفة عثمان رضي الله عنه بتبغدونه لماذا? قبل ما يضع بني اميه زي ما هما يقولون. تبغدونه لماذا? هو كله هو يا حبيبي. اصلا ان يوفقك يا رب. وان يسعدك. وانا شرفت باتصالك. وسامحني اذا طولت معاك. أبدا. وتمنى اني اشارك معاكم الله. بإذن الله. بإذن الله. واني اكلمك شخصيا وان شاء الله رتب العمور. ما اتشرف بك حبيبي. زاك الله خيرا واحسن بإليك. شكرا الله لك. حبيبي. مشكور ما جسر. شوفك على اخير. الله اكبر والله الحمد. المهتدى يزن رقم سبعة. سبعة ولا ستة. حد يذكرني. المشكلة ايها الاكارم فعلا اني الشيعي لو ما فقرش هيظل محلك سر. واقف في محلي. لكن الشيعي لو فقر وطرق هذه الخرافات وهذه الاساطير وحكم القرآن والسنة والعقل. شوفت يعني هذا اخونا اللي من الكويت الشيعي المهتدي اهتدى بسبب يقولي شغلت عقلي. شغلت عقلي مبين مقارنة مبين هذا وذاك. يعني انا عايزك تجلس النهار ده يا الشيعي كده. ايو الله اجلس كده. وخد نفس عميق من خيشيبك. واجلس كده. بجد والله بقى. خلنا نتكلم بجد بقى يا براف بقى. اجلس كده وقل. اه فعلا. هؤلاء الذين يلبسون البياد ويحجون. ولا هؤلاء الذين يلبسون السواد ويتطينون ويطبرون. هؤلاء الذين يصلون. ولا هؤلاء الذين يتطينون ويلتمون ويطبرون. هؤلاء الذين يقولون يا الله. ولا هؤلاء الذين يقولون يا حسين. هؤلاء الذين ليسبون ولا يلعنون. ولا هؤلاء الذين يشتمون ايه انت ركز بقى مين اللي متمسك بالقرآن اهل السنة القراء الصلاة الايمان الطيبة الصدك حب الال والصح احنا ليه دينا امرنا بالمتعة والخمس والسب واللعن فقر يا شيعي وبهذا العقل ان شاء الله اصلا يأخذ بيادك الى نور التوحيد